تحية لكل مشاهدين وتابعيني من خلال شاشة قناة النادي الالي عقم انتهاء القرع طبعا في دوري أبطال أفريقا ودور التمانية خلاص يمكن النادي الالي في مواجهة هم أمام ساندونز كابتن سيد عبد الحفيز المدير الكرة كابتن سيدا عارف يمكن قبل متيجة عارف ان هنقبل قسطنطينة أو حرية أو ساندونز خلاص النادي الالي عنده قرار وعنده هدف كبير هي البطولة أفريقية بتشوف المواجهة ازاي وكيف سيتم التحديل الى زي المبارا يعني الحمد لله طبعا على كل شيء يمكن قرار بالتأكيد هي دوري الأبطال فبتأكيد هم أكبر أو أكوة من فرق في القارة فوضع طبعا أن تستعدت قبل أي فرقة يعني ساندونز من فرقة المحترمة من فرقة اللي هي بتلعب كرة على المستوى الفني عالي جدا جدا يعني مباراة تبقى نهاية مبكر ما بين الأهلي وساندونز وهي كانت نهاية بالفعل بطولة 2001 لو تتذكر وساندونز من الفرق في آخر ثلاث سنة اللي حصلت على البطولة تحديدة في 2016 هي نهاية مبكر بتأكيد لكن في النهاية أنت بتلعب دوري الأبطال فوضع طبعا أن تتقبل أي فرقة يعني أكيد على كلامك كمان عندهم قاعدة جمالية ثلاث فرق لكن احنا خلاص ساندونز في ملعبها يكون عندها قاعدة جمالية كبيرة كيف ستتعامل الى نادي الأهلي نادي الأهلي متعود لكن يتبع التحديل الى نفسيا مع العيب كبسك يعني طبعا هو لسه فيه وقت شوية يمكن أول مباراة هتبقى يوم يوم خمسة أو ستة إبريل هنشوف الوضع عامل إزاي لكن لسه يعني انت بتكلم دولاتي في حوالي أكتر من 15 يوم يعني فالتحديل فيها بتأكيد هيبقى يناسب الحدث لكن عندنا طبعا مباراة محلية هنفكر فيها قبل ما نروح صندوز بزنة مباراة محلية نعرف أن الهدف وفيه فصل كبير بين البطولة أفريقيا والمحلية لكن خلاص أيام قليلة وبتفصلنا عن مباراة محلية كبسايد وهي مباراة الزمالك بتشوف الجيم ازاي وبيتم التحديل ازاي لهذا الجيم بنستعد لهي خلاص احنا كنا خدنا ثلاث يام بعد مباراة شايفة الصورة ورجعنا خلاص دلوقتي بنستني لعبة المنتخب سواء كان الأول أو الأولمبي أو لعبة حتى المنتخبات المتفرقة تونس أو أنجولا بالنسبة العلي معلول وجيرالدو يعني إن شاء رحمن لكون موفقين في اللقاء اللقاء مهم بالتأكيد يعني المطلوب من اللعيبة سان داونز فرقة مهمة وفرقة قوية بتتميز بالسرعات مطلوب من اللعيبة كبسايد قبل هذه المباراة مش مطلوبة لحاجة يا الفكرة كلها أنت خلاص زي ما قلت لك يا مباراة مباراة نهاية مباكر بتقبل فرقة عندها قدرات كويسة قوي عندها قاعدة شعبية عندها خبرات عندها سيفيكو محترم في البطولات الإفريقية والمشاركات الإفريقية حتى في المشورة في النسخة اللي احنا فيه هدايات لعبت حوالي حوالي توتل مطشاط حوالي عشر مطشاط كسبت ستة وتعدلت اثنين وخسرت اثنين يعني يمكن من أقوى الفرقة ومن أكتر الفرقة اللي سجلت في البطولة أو نسختها الحالية جاي بعشرين جول سابلت شبكة حوالي ست أهداف معدل فوزة حوالي ستين في المية أهدافهم عنده خمس أهداف بالتالي هي فرقة بالتأكيد كويسة يعني لكن انت كمان النادي لأهلي فبالتأكيد هي مباراة مهمة جدا وقوية جدا شكرا